اشتركوا في القناة كيف أريدت هذه القمة وشو أبرز ما تناولته؟ بداية هي تسميات كثيرة أطلقت عليها للقمة من قمة جدة إلى قمة استثنائية قمة تاريخية قمة الجسور البنية كلها تسميات تصح ولكن التسمي الأدق إذا أردنا أن ننظر إلى القمة من ضمن خارط الطريق سعودية نفذت ممكن أن نطلق عليها هي قمة محمد بن سلمان بكل ما للكلمة من معنى لأن هذه القمة لا يمكن فصلة عن رؤية السعودية التي يقودها ويعمل عليها الأمير محمد بن سلمان يلي عبرها بمؤتمر اقتصادي حصل في المملكة العربية السعودية عام 2018 من يمذكر تماما وقال أن هذه المنطقة العربية ستكون أوروبا الجديدة قال هذا حلمي ووعدي الأمير محمد بن سلمان وكان وقت على جامبه الرئيس سعد الحريري بوقت بهذا المؤتمر كيف أدت ضمن سياق السعودي المملكة العربية السعودية ضمن رؤية 2030 لأنه نحن كنا نعتقد أو نتوهم أو نحلل أن رؤية 2030 هي رؤية سعودية محلية لا هي رؤية تختص بالمنطقة إقليمية دولية المملكة العربية السعودية بهذه الرؤية بقيادة الأمير محمد بن سلمان وضعت أربع مراحل لألة المرحلة الأولى هو إصلاح الخطاب الديني لماذا إصلاح الخطاب الديني؟ يعني نزع كل التشوهات التي لحقت بفكرة الإسلام والمسلمين والعرب في العالم منذ أحداث 11 سبتمبر إصلاح الخطاب الديني طبيعي المملكة قامت فيه بسلسط خطوات كبيرة وجبارة وبشكل سريع وهذا اللي ترجم عبر مظاهر كثيرة من مظاهر تحديث المجتمع السعودي اللي هو بالتالي هو تحديث المجتمع الإسلامي رجعنا كان الخطوة الثانية هو معالجة العلاقات الدولية لتصبح علاقات من خارج الإسلام والتبعية إلى علاقات الندية التي ترتبط برؤى وبسوابط وبالقانون الدولي مشان هون هيك شفنا التطور في العلاقات السعودية الأميركية تحديدا وشفنا الانفتاح على الصين بدرجة المقبلة وبالتالي هذا التوازن وهو ما ترجم بحضور الرئيس الأوكراني زيلنسكي والتي ترافق مع عودة الرئيس السوري بشار الأسد إلى القمية العربية شفنا هذا التوازن الوالنسي اللي صار بخلال القمية اللي هو ترجمة لهذه الرئيس السعودية على مستوى العلاقات الدولية الخطوة الثالثة هو نحو علاقات إقليمية جديدة شو يعني علاقات إقليمية جديدة؟ يعني مع المحيط شفنا بداية إصلاح ذات البين مع قطر وعادة مجلس تعامل الخليجي إلى زروته ثم شفنا المسار الإصلاحي على صعيد العلاقات التركية السعودية والمساهمة الكبيرة للمملكة في دعم الاقتصاد والنقد التركي بمرحلة حريجة وبعدين شفنا اتفاق بكين اللي هو صار مع إيران والاتفاق مع إيران وبالتالي القمة العربية وعودة الرئيس السوري بشار الأسد هو ليس حدث طارق بدل ما بكل تصورنا ماذا يحصل ولماذا ولأنه لا هو سياق وضعته المملكة انتهى بتسفير المشاكل مع عودة سوريا والرئيس بشار الأسد رئيس نظام السوري بشار الأسد إلى القمة العربية أما الخطوة الرابعة اللي هي ستكون ترجمة للقمة العربية واللي هي حملة القمة العربية هي تجديد الهوية العربية لهذه المجموعة صحيح يعني كنا نحن ناولوها بالبيانة عندما نتحدث عن الهوية العربية بالأول كنا نقول مفرداتها هي لا صلح لا تفاوض لا اعتراف بالتاني غير هذه قلنا القضية الفلسطينية هي قضيتنا الأولى وفي عنا المبادرة العربية هذا على المستوى السياسي وعلى المستوى المسلح والمواجهات مع العدو الإسرائيلي والمبادرة العربية هي صقفنا السياسي في هذه القضية مبادرة قمة بيروت 2002 ولكن الآن بناء الهوية العربية التي تقوم على التنمية على التنمية بالتالي نرتبط كعرب بمصالح ثقافية واجتماعية واقتصادية وتنموية الأمير محمد بن سلمان عبر هذه القارضة الطريق هذه وعبر المسار الموضوع ماذا أراد أن يفعل؟ أن نواجه العنف السلاح المخطط التدميرية بالتنمية يعني أنت وقت ما اتفقت مع إيران على ماذا اتفقت؟ على التنمية مقابل تراجع مشروع الميليشيوي والسلاح والدمار والاحتلالات والمواجهات والعنف ما ستفقت مع الصين على مشاريع استثمارية ضخمة وبالتالي أنت تحاكي الشرق كما تحاكي الآن الغرب تعالوا سويا إلى منطق التنمية ولا أعتقد أن أي دولة ترفض مسألة التنمية أو ترفض مسألة تطور الشعوب على حساب مغامرة الحرب نحن بنا نتذكر سيد جيمي لو طورت شوي بهذا السؤال الأول الحرب في اليمن إلى 7 سنين وبسوريا إلى 12 سنين وبسوريا إلى 12 سنين طيب حرب اليمن 7 سنين بقول ماذا حصنا من حرب اليمن؟ نحن بداية الحرب اليمن الحوسيين الميليشيات الحوسية سيطروا على البلد ككل أنت عملت توازن جمّت هذا المشروع وأوصلت إلى قناعة أنك لن تستطيع أن تذهب بعيدا بما أنت علي لا بالعكس صار عنا أوبئة صار في عنا أزمة اقتصادية صار في عنا باليمن يمن شو صار تخلى فميت سنة وراء بسبب هذه المغامرة الحوسية وبنفس الوقت أنت كمان ما فيك تضالك رايح الآن مددت يد يعني أنت عندما قلت لهذا الطرف بس ما خسروا الحوسيين اليوم السعودية السيد جمي هايدي القراءة الخاطئة ليش بس اليوم وكي للدونس السعودية عم بتحضر لهم نظام بكفلهم حقوقهم ضمانات لتمثيلهم السياسي لمشاركتهم بالحكم باليمن هيدا كاسب؟ هيدا نحن معناتها نحن شو عم نعمل؟ عم نتعامل بذاكرة السمكة مع كل هذه الأحداث لكن هناك اتفاق رياض من ثلاث سنوات اتفاق الرياض يشهد مشاركة الحوسيين وحجمهم بالسلطة التنفيذية والسلطة التشقعية وبالسروات بقى حبر على وراء الآن الآن ماذا حصل؟ عادوا إلى اتفاق الرياض الأمر الأكتر أنا عندي سبع سنين تجربة عسكرية وصلت لنتائجها طبيعي بالسياسي والحروب المباراة ليست مباراة كرة سلة هناك فائز وخاسر بالسياسي والحروب هناك تأهل تأهل إلى مراحل هالمباراة بيكون عملية تأهل إلى أدوار أخرى شو هالدوار أخرى؟ في سبع سنين رحفهم بالحرب الآن بقي لرؤية عشرين ثلاثين كم سنة؟ ثلاثة وعشرين إحنا عشرين ثلاثين بدل سبع ستين في سبع ستين أخذوا تجربة الميدانية العسكرية هلأ الآن سبع ستين بتذهب إلى التجربة التنموية السياسية هل تقدر تصل إلى ألفين وثلاثين بدون ما تكون عا بتحاسب كل الظلم اللي صار وكل الغلط اللي صار يعني اليوم رشانا شفنا السعودية عم تجري تحط إيدها بإيد بشار الأسد يلي قتل شعب ويلي دمر سوريا يلي عملت كل الفظايع بسوريا من دون أي حساب كلامك على الصعيد الأخلاقي والإنساني لا أنا في دمع على الأرض مش موضوع أخلاقي أكيد أخلاقي وإنساني شوف دمع على الأرض ولكن أنا بدي أسأل هون أسئلة أخرى يعني بداية أسئلة بجانب الشخصية وأسئلة بالجانب العام هل أنا سعيد برؤيتي كانت بشار الأسد عائد إلى هذا لا أنا وشايفه عم يدخل على القمة تذكرت كل المحطة السيئة ونحن في لبنان عشو دي تذكر منك كل عضة بغصة ولكن أنا بالنفس الوقت ماذا فعلت المعارضة السورية طوال 12 سنة ماذا قدمت المعارضة السورية طوال 12 سنة كانت أنا من الأشخاص الإعلاميين يغطوا بالميدان السوري أنا غطيت بيبرود غطيت بحلب غطيت بحمص بالرستن غطيت بإدلب عدة مرات وعدة مواجهات بإدلب هناك أنا كنت عم شوف صورة الحرب اللي كنت شايفة أنا هو صغير يعني الميليشيا اللي أنا أول مرة طلعت فيها على إدلب كانت سوار مع الجيش الحور تاني مرة طلعتهم كانوا جبهة نصرة تالت مرة طلعتهم صاروا داعش رابع مرة طلعت صاروا تجار معامل ومخازن ومتاجر بهتاي وبقلب تركية إذن هناك مأزق هناك مأزق هناك مأزق سوري كبير البشار الأسد ماذا يستطيع أن يقدم إلى الشعب السوري هناك فرصة الآن أعطيت لهذا النظام ككل هل تقول لي أنت كزيادعي تاني مؤمن أن هذا النظام سيتلقف هذه الفرصة أشك في ذلك ولكن أنت ماذا تستطيع أن تفعل غير أنك تحاول أن تفتح قوة في هذا الجدار الصلب اللي يقفنا بمطر حده لا المعارضة قادرة تحسن ولا النظام قادر يحسن ولا مجتمع الدولي مساعد يساعد حدا على الحسن ما حصل في أوكرانيا صديقي حدث جلل على المستوى الدولي أنت المساعدات الإنسانية تغير شكلها من بعد أوكرانيا أنت المواد الغذائية الأساسية تغيرت وتغير وضعها والأمن الغذائي كله تهدت من بعد أوكرانيا أنت إيش لك عدت إيش الزلزال في أشياء صارت خارج سياق الحسابات الميدانية والميدانية أنا بدي أسأل المعارضة كيف خرجتهم من حلب أنا كنت شاهد بالصفقات والتركيبات كيف جيش الإسلام على حدود دمشق ماذا حصل له يعني مين خين أكتر بحق دماء السوريين اللي سقطت بسوريا المعارضة أو النظام لقد تواطئنا جميعنا عندما أقول جميعنا العالم تواطئ ضد هذا الشعب السوري منه دول العربية منه هذا الشعب السوري تواطئنا مش كدول عربية أنا لما استطيع أن نصنع رأيا عربيا موحدا لجه هذا الشعب السوري في دول قطعت علاقاتها مع النظام وكانت تدعم النظام في دول ساعدت قوى أخرى يعني شو المشكلة بالأزمة السورية نحن كان لبنانيين تعطينا مع الأزمة السورية على أجندتنا الخاصة ما كنا عم ننفس أجندة الشعب السوري أجندتنا الخاصة وكل الشعوب عربية وغير عربية تدخلت في الملف السوري وفقاً لأجندات خاصة كل واحد مننا كان عم بيسوق لمشروعه في التمويل وفي السلاح ما حدا مننا يسوق لمشروع الشعب السوري يلي هو شو الشعب السوري كان طالب فيها يعني هذا الشاب حمزة الخطيب بدرعة بالغلط كان على تلفزيون شايف الشعب يريد إسقاط النظام ومفهمش معناتها عم كتبها على الحد بلشت الثورة بدرعة وبخمس أشخاص بسوق الحمدية رفعوا العلم السوري وصار يصارقوا سوريا حرة حرة وبالتالي مشكلة الشعب السوري غير مشكله الخاصة مشكلة الشعب السوري أن كل من دعمه لم يتبنى أجندة الشعب السوري بل تبنى أجنداته الخاصة في سوريا وهذا النظام بكل هالمعوني شو بيك بقلب سوريا كان عم في دولة كبرى اسمها روسية اللي هلأ أوكرانيا تحتاج إلى كل دول أوروبا إلى الناتو كي تبطف بوجه روسية كان في روسيا عم بتقاطي كان في إيران وكل ميليشياتها من الأفغان إلى العراقيين إلى اللبنانيين إلى اليمنيين كله هيدا أتى على سوريا وأدل بدلوهي هيدا شيء معيب عودة بشار الأسد إلى جامعة الدول العربية بهذه الطريقة صحية معيب وين اعتزار وين اعترافه بالجرائم أنت عم تتحدث بالقضايا السياسية بمصطلحات أخلاقية والسياسية ليس فيها مصطلحات أخلاقية أنا أسألك السؤال هايخدها على اللبنان المسؤولية على الإصطادية اللي هي رجعة عوامة بشار خليني ببسطها أنا وإياك عملنا ثورة بلبنان صح؟ ومشان 3 سنة أو 6 سنة 6 6 سنة رجعنا عملنا انتخابات شو جبنا؟ في عندك نظام انتخابي مجرم في عندك وضع اقتصادي مجرم أي نظام انتخابي ببيروت ببيروت نواب من يدعونا التغيير من يدعونا التغيير والثورة مجموعة أصواتهم كلها ياتا اثنان ببيروت التانية ما بيتجاوز السبتعشر ألف ثلاثمية وخمسة وسبعين ألف ناخب ببيروت سبتعشر ألف أعطيك أكتر ترابلوس ترابلوس ولا نائب تغييري هذه عروس السورة يلي كنا كلنا نتاني وابسط بصورة المشهد السورة بسحة ترابلوس ولا نائب تغييري عكار يلي كانت هي خزان السورة ولا نائب تغييري بالسياسية بالمنطق السياسية في أمور أخرى بالمنطق الأخلاقي بالمنطق الأخلاقي في أمور أخرى تانية هاي دهالي في خبيت ما حكمتها السياسية حكمتها المصالح والجوع والفقر كل شيء كل شيء لأ وحكمها أكتر حكمها أكتر السلاح كمان حكمها الأفكار الكاملة المستوطنة بدواخلنا كل لعياتنا كل لعياتنا بس نحنا نحنا شعب زميلي نجتمع على غنية رجع رجع يتعمر ونحنا وضهرين نتخنع موقف سيارة على باب المطعم اللي كنا عم نتبك فيه مشان رجع يتعمر ربنان فبالتالي بدي أرجع للقضية أساس مشان ما حدا نفكر أنه عم نهرب من هذه القضية الأساس الشعب السوري بعد 12 سنة وصل إلى مأزق بعد الزلزال وصل إلى مأزق ما في دولة قدر تتوصل مساعدات لشمال سوريا حيث مناطق اللي خارجة عن سيطرة النظام ما حدا قدر يوصل كيس حليب ما حدا قدر يوصل مياه للشرب خلال الزلزال يلي يضرب هديك المناطق أكثر من مناطق أخرى في طائرة جزائرية الأولى أول طائرة مساعدات بالزلزال حطت بمطار بمطار حلب هي طائرة جزائرية ومعروف جزائر موقفة مع النظام من أول لعظة الوزير الجزائر فات على الصالون الشرف خلال استقباله وقالهم مشان نقدر نوزع نزل مساعدات قاله تنزلوا وتوزعوا وكانت عاد تصير أزمة واضطر بشار الأسد يطلع على حلب ويشكر ويشكر جزائر تحديدنا هو عم يضحك بس من شان لأنه مقدر موساعدات أنت بهايدي البوطأ الراكبة شو في حل ألا أنت هلا بشار الأسد رجع على على الجميع العربية بس ما حدا مننا شايف وفقا للقرار الدولي وفي مسار سياسي في مسار سياسي هذا المسار هو امتحان هو فرصة أخيرة لهذا النظام كي يكرس عودتها أو كي تصبح عودة ناجحة قابلنا تحكيني بالنظام يا أستاذ زياد تحكيني أنه معقول السعودية بتبلش هيك مغامرة مع هيك نظام بس لأنه سكرنا معامل كابتاجون هل لدي مصلحة أسعودية ومصلحة ما فيك ما فيك ما فيك تحصر الموضوع هيك بلش هناك ورقة شفنا اليوم إقفال ومخيربت جماعة الكابتاجون وشفنا خده ما يدهش العالم عمين حكب المساعدة عمين حكب الاستثمارات بسودية حطوا يدهم بيت بشر ما في استثمارات وما في مساعدات إلا لوفقا لخارض الطريق تبدأ مباشرة بمسألة معالجة ملفاء النازحين أنا أعطيك مثال أكتر نحن في لبنان من ندعي السيادي والاستقلال وهذا أكتر القوى اللي عم بتقول أطرده النازحين السوريين هي قوى السيادية للأسف أنا كيف أدي أقول أنا ضد بشار وأنا بدي أحمله هول الناس اللي قاعدين بيخيام وعيني بيهال 100 دولار وال200 دولار اللي عم بيخيام من نازحين وبيدي أكبر على حدود مش كلهم هيدا هيدا الإلقباس هوا مش كلهم ضد بشار كيف أصنف بشار 150 ألف صوت بياخد أخذ كلهم سوا بياخدهم بلبنان عندك باعتراف المؤسسات الأمنية اللبنانية إنه في بين 37 وال47 هلا نحنا كسياديين كسياديين نحنا كسياديين نحنا كسياديين يا صديقي والمصار اللي عم تندفع بلبنان والعالم اللي عم تروح بتجيه بتجي نهار بس تخلص أخطير ما عم نقشق فيهم لا أنا أريد نقشق فيهم أنا عندي مليون ونص نازح في 40 ألف صوتوا لبشار الأسد بحاسب مليون وخمس واربعمية وخمسين ألف باربعين ألف صوتوا لبشار الأسد ومعروف كين جابوا وكيف طلقوا لصوتوا أنا عندي ناس قاعدة صدق عم بحكي إنه عم بياخدوا 150 سوريا ممنوع يتجول بعد الصحة السبعة مش السوريا كل أجانب عم بيعملوها ما عم بيقربوا إلا على السوريا أنا وقت ما بدي أحكي بهذا المنطق بدي أجي لوم إنه المملكة العربية السعودية عد بشار الأسد وفقا لخارضة طريق تلحظ عودة النازحين اتنين عملية سياسية وفقا لمندرجات قرار مجلس الأمن وثم عم بحكي على أمر آخر على مسألة الكابتاجون أنت عرفان شو يعني كابتاجون بس إني بلشوا بالقلب بلشوا موضوع الكابتاجون لا الكابتاجون لأنه قادر نظامي يشتغل فيه أسرع قادر نظامي يشتغل فيه أسرع عنده واحد ثاني ثلاثي أربع خارطة ممولين ومروجين أما مسألة تعودة النازحين السوريين لا تستطيع تقوم فيها بشكل سريع وبشكل فعال لأنه في أزمة كبرى أنت عم تحكي عن سبعة مليون ما عم تحكي عن مليون وصف تبالج يرجع سبعة مليون بيقول للنظام أنه خي بدي رجعهم على مطارح يعني أنا بحاجة لأعمار إعادة أعمار تقدر رجعهم مؤكد يعني الدول العربية اليوم رح ترجع تبلش البناء وإعادة الأعمار بسوريا ومن بعدها نرجع منشوف إذا منرجعهم لا تبقى مش عتعمر ويرجعوا نازحين هذه رؤية ما بتتعالج بهالطريقة مخاطط عودة النازحين هذا بتفوت فيه دول كبرى فيه مشاريع كبرى وطريقة محددة بالخطواتها ألف با تاسا جيمحة ما بتنجي بأنه وين نحن اليوم يعني نحن عم نصور الموضوع ببسطة بسيطه أنه العرب يعطوه شنط مصاري لبشار الأسد هو بقولون أنا عرجعهم هو بيستغل أي لصة مش إيه المملكة العربية السعودية منذ فترة باتت طريقة تعاطيها غير حتى بلبنان صح المركز ملك سلمان ما بيشي بقى صرع بيعطي لبنانيين وازروا روحوا عزوئكم بالقضر ما وفقا لوائح وإشراف سعودي مباشر وهذا اللي عاي يصير بسوريا وهيدا يلي نحن ما فيك نطلع على الموضوع بمجرد عودة بشار الأسد ما حدا شايف أنه عبشار الأسد للمرة الأولى منذ تسلمه السلطة خطابه لم يتجاوز خمس دقائق ما حدا شايفها هادي هادي نقاط هادي نقاط ما أنا قليلي ما حدا شايف زلانسكي كان بالقمة هادي نقاط مش قليلي بس برجع بقلك القضية السورية الملف السوري أصبح بمأزق عام مأزق عام قلت لك نحن 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 عم بتهم حدا نحن كناس سياديين وكنا مع ثورة سورية وكنا مع حراق شاب السوري خطنا جرنا جرنا على مسألة نازح من هون ونازح من هونيك ونازح فيه بقلب السجون اللبنانية 30% سوريين هادي النسبة هلا قريناها موجودة من عاعد إيميل الحود 30% بالسجون اللبنانية من السوريين من عاعد إيميل الحود الأراضي الزراعية الأراضي الزراعية اللبنانية من كسروان إلى رماش من يقوم بالعمل بها هم سوريون منذ عاعد من العود لا 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 لحظة لحظة بس نوضح الموضوع هو مانه موضوع ضد السوريين هو موضوع إنه لبنان ما بقى عم بيتحمل اليوم وقتل بتقلي في لبنان بيحاجة لتلتمئة ألف تعرف أساس جميع يلي سرقوا يلي سرقوا يلي سرقوا السياسيين الذي سرقوه السياسيين اللبنانيين يلي هني حرقوا حملة شعبوية ضد الشعب السوري يفوق يفوق بأرقام ما نتحملوا من فاتورة على السوريين أمر آخر أنا أقول لك فيه المساعدات عم تجي على المدارس مشان تعليم السوريين بدوم بعض الظهر هلا عم يكون بدمج هيك إنت بتعرف إنه مقابلهم الرقم اللي بيخدوا لبنان مساعدات من نفس الجهة أكبر من الرقم اللي بيخدوا السوريين من أجل أن يعلم السوريين إنت بتعرف أكتر من هيك إنه بشمال ماذا أقول بشمال عكار وطرابلوس وزغرتها بقراه المسلمة والمسيحية والعلوية أكبر عامل لتشغيل اللبنانية كمعلمات ومعلمين هم بسبب الطالب السوري فوق لأنه بيخدوا دولار من الأستاذ الدولية اللي يدرسوا معتمدين أنا بيجيني ناس بيقول لي بيقدر تعمل لي واصف بيقول لي أستاذ وجود السوري هو عبق على لبنان ولكن ليس بالحجم الذي عملوا عليه من أجل شوية جمهور من هون وعلي طابي بخد جمهور هاي المشكلة أنا إذا بنظر للوجود السوري بحقيقته يتحمل مسؤوليته حكومة الرئيس مقاتل الأولى وأطمرده يعملوا مخيم للاجئين على الحدود اللجوء السوري بتحمل مسؤوليته يلي استعملوهن بمهرجاناتهن مشان يكتروا الناس هيدا الوجود السوري بتحملوه أما نحنا نجي هلأ بلحظة حريجة بلحظة حريجة بملف السوري وبالمنطقة نحط كل مشاكلنا عليهم يعني أنا بدي أسألك سؤال اللجوء السوري منعك تعمل معامل كهرباء اللجوء السوري خليك تربط مشروع كهرباء لبنان كله بمعمل سلعاتها اللجوء السوري قالك روح عمول سد بصري أو سد تاني اللي ما بيجمع ماء ما نسأل الطيار ما تح تسأل الطيار ومن سكت على الطيار طيب تنرجع شوالا موضوع على القمة كيف ريت بيان رفض الميليشيات وعدم التدخل في شؤون الآخرين هو رسالة لمين هل هو تأكيد لإيران أنه نحنا ضد هيدول السياستين شوف الاتفاق الإيراني السعودي بني على نقطتين الخروج من حالة الاشتباك والانتقال إلى حالة التعاون التنموي الاقتصادي والاستثماري طبعا هون المملكة عم تقدم شي هون عم تقدم شي طبعا كف كف يد الأزرع الإيراني على مستوى الخارطة العربي بأكملة ومن حزب الله أنا من حزب الله شوف أنا بدي هوني أقول شي كما باللبنان محدة عم بيقوله بيادة السياستين المناورة اللي صارت مبرح بجنوب فالسرق شو لمين موجه إسرائيل إسرائيل من فترة عم بتمناورة هلأ ردوا لأيها بس إسرائيل ما مشو من فترة من كل فترة بتعمل منورة لش هلأ ردوا لأيها ماشي وبإسرائيل فيه رسالة وداني لأيها هو وقت الصواريخ صواريخ إنقاذ نتنياهو أركي صارت كان فيه 200 ألف إسرائيلي بالشارع ضد نتنياهو نزل الصواريخ طول حماس توحدوا كلهم وطل فيه برغوت إسرائيلي بقلب الشارع توحدوا كلهم بالتالي هي صواريخ إنقاذ نتنياهو الآن أعتقد أعتقد وعلى تقولوا Xian está إنه هايدي موجهة ضد الإتفاق الإيراني السعودي هي رسالة من حزب الله إلى إيران يعني إلى إيران إن شاء الله فكك أنت كل الإيرانيين موفقين على الاتفاق للشمخاني دي ciderتقى إن شاء الله فكك كل الإيرانيين موفقين على التفاق السعود الإيراني السيد جيمي هايدي على التفاق أنا مني جاي روج للسياسة السعودية ولا السعودية بحاجة إلي الاتفاق السعودي الإيراني خرق كبير بمنظومة العنف والميليشيات في المنطقة أنت للمرة الأولى للمرة الأولى عم تأخذ بند إيراني ضد مسألة تصدير الثورة تصدير الميليشيات بس كمان حكي البيان حكي عن مقاومة مقاومة عطرف بحق المقاومة أنت ضد حق المقاومة وكرس الأراضي اللي متنازع لي الحكومة اللبنانية كل الحكومات اللبنانية اللي فيها كانوا المستقبل وفيها القوات وفيها الكتاب وفيها الطيار الوطني طلعوا بند أنه لا نحن هذه الأراضي ليست لنا يمكن الوحيد اللي عم يحكي فيها رئيس حزب الكتاب جبونا موافقة من سوريا أنه هذه الأراضي اللبنانية ونرجع عم نحكي رئيس حزب كتاب جبونا موافقة ما أنت الدول ما بتتعاطى بس عم يقول أنه هذه أراضي سورية زميلي الدول لا تتعاطى مع تصريح ولا تتعاطى مع جبهة بيعملها في رسل السعيد لمقاومة تحتلال إيراني الدول لا تتعاطى مع قرارار صادرة عن حكومات حكومة لبنان بكل بياناتها والحكومة التي سوف تأتي بعد انتخاب الرئيس ببيانها ستذكر مزارع شبعة وطلالك فرشوبة وهول أنت بتتعاطى مع هولي بس شو قالوا لك التمييز ما بين المقاومة والإرهاب مش شو ما التمييز هني عبوله الحال نحن نحن نميز لا أنتوا كاللبنانيين بكمتميزوا أنه هذا بتقاوم هون بس سبع أيار ببيروت مش مقاومة يعني عم بتقلي بيرفض الميليشيات وعدم تدخل بشوء لآخرين يعني إذا حزب الله بيرجع إلى الداخل لبناني بيدبر أموره بلبناني يستفيل ما عندهم مشكلة أكيدة تشأن لبناني إذا أنت كاللبناني استسمت لحزب الله ليه بدين يدفعنها؟ إذا أنت كاللبناني رضيت بسلح حزب الله بكل الحكومات اللي كان فيها كل القوى السيدية شاركوا فيها مع حزب الله رضيوا بمصطلح المقاومة ليش بدي دافع عنك؟ إذا أنت موافع على سلح حزب الله ليه أنا بديت خنق من حزب الله إذا هو مظهر اسلحة لوبرات لبنان هاي دي الرسالة الأساسية الموجهة إلى اللبنان من قمة العربية على اللبنانيين أن يأخذوا بخيراتهم هلأ نحن بس نحكي عن حركة فرس سعيد مقابل الاحتلال الإسرائيلي منضحك مقابل الاحتلال الإيراني منضحك كل آياتنا شو ما ناتا؟ نحن استثبنا إلى فكرة الاحتلال الإيراني للقرار اللبناني هلأ إذا أنت بمسألة عودة بشار الأسد إلى جمع العربية كم واحد بلبنان حكي؟ 2-3 ما معنى هذا الكلام لبنان لن يساعده أحد إذا هو ما قرر يساعد حال الأوكرانيين كانوا كلهم نصحوا زلنسكي بالانسحاب من كيف أستاذ جيميل وكلهم نصحوا بالانسحاب من بخموت وكلهم نصحوا ونصحوا 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 ولكن عندما صمد هو كل العالم يجا وقف معه استاذ زياد انعكاس القمة أو مقررات القمة أو الاجتماعية اللي حصل بالقمة على لبنان هل هناك من انعكاسات؟ إضافة إلى موضوع السينسين ممكن نرجع نشهد حركة سورية لبنانية على غرار اللي حصلت بين السعودية وسوريا قبله؟ منذ نشأة منذ الاستقلال السوري عن فرنسا اللي بتصوره هو إجا بعد الاستقلال لبناني مش قبله وهناك دائما رغبات سورية عبر كل الأنظمة ما قال علاء بالبعث كل الأنظمة كان دائما رغبات سورية بتدخل في لبنان صحيح هل ما زال لدى السورية؟ بالفترة بيخلقوا عمد بالفترة هل ما زال لدى السوريين رغبة بالتدخل في لبنان؟ أكيد هناك رغبات هل هناك لديهم قدرة؟ قدرة قدرة أنا أطواء لم تعد سورية هي سورية ولو البعث هو البعث ولو بشار الأسد هو الأسد فيه أمور تغيرت فيه عامل أساسي أنا بتضحك وسنسكوا ما عامل حزب الله يعني أعرف كيف هو هني يخلصوا من هيمنة حزب الله بدماشق لا يقدروا هني يهيمنوا على بيروت ولكن أنا في عندي رؤية مختلفة عن هذا المسار كله أنت بتعتقد أنه نحنا نحكمنا من السوريين صديقه؟ أكيد أنا ببعتقد نحنا كنا مشغلين السوريين عننا رسم غزيلي كان بنك المدينة مشغلوا عبد الحليم خدام وغازي كنعان آخر شي تروع بشتوله عند الرئيس رفيق الحرير الله يرحمه بشار الأسد والبقية كانوا بخدمة حزب الله وأطراف تانية نحنا السوري كان حاكم المعتر بالشارع اللي بمرو على الحاجس أنا وإنت بمرو على الحاجس هدا السوري كان حاكم هول بس طبقة سياسية كانت مشغلة السوري عندها ما كانت حكمة السوري كانت مشغلة السوري كانت تدفع مصاري وتجيب المقعد للوزارة وتجيب لا شاء وفقاً للمصالح السورية وفقاً للمصالح القاصة كانت هي مشغلة غازي كنعان ورسوم غزيلي وجامع جامع والعميد زياد كان في حداً بعرفه بصيدة كان يعمل تقرير بفلان مشان يوقفوه يرجع يدفعوه أهله مصاري يرجع يضهره هو نحن اللبناني يا عمي نحنا ما طبيعيين نحن شعب ما طبيعي أ спросت شعب طبيعي يا دا شعب شعب ما طبيعي شعب اللي هلا بتروح بالليل على النيتات وعلى المطاعم مليانة وبيدهر من الشارع اللي فيه مطاعم عتم ما بيقدر يشوفه دائما ويقول وينيه الدولي إن شوها الدولة عتم وبيكون سهران كل الليل نحنا 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 الكورونا ما قدرت علينا نحنا الكورونا ما قدرت علينا فبالتالي أنا مساعد عودة السوري وسيطرت السوري ما بيستبعدها لأنه السوري مبده ولا لأنه نحن عنا رغبات بيستبعدها لأنه لم يعد السوري القادر على التدخل بشكل مباشر وعسكري وأمني في لبنان هو نفسه قادر على ذلك سوريا في تلتة منه تحت فترة النظام دماشق يلي أنا في ناس بسوريا بيسألون تعرف حدا من حزب الله سوريين ليش؟ في تعملنا واسطة بده ينقل من قطع عسكرية لقطع أقرب عسكري يعني مسألة ما نفوت بالأوهام ولكن هل هناك رغبات فبس يخلق سوريا عنده رغبة يتدخل بلبنان وبس يخلق لبناني عنده خوف من تدخل السوري بلبنان هيدا أمر موجود تأثير العربي على لبنان رح ينترك لبنان ولا رح يكون هناك أصداء لنتائج القمة أو اللقاءات لك جولة معالي السفير وليد البخاري الأخيرة قبل القمة على السياسيين لو صر جولة تانية وتالتة وربعة لن تختلف عن المضمون المملكة العربية السعودية على صعيد الاستحقاق الرئاسي ليس لها فيتو نائية بنفسها صحيح ما نائية بنفسها بتقولك أنا ما بدي فوت لا بالتسميع ولا بالمنع ومش بس على رئاس الجمهورية حتى على رئاس الحكومة واللي صار مع محمد الشقير نهار السبت خير دليل أنه المملكة ليست مع أحد وليست ضد أحد بهذه المسألة المملكة مع مشروع هي تريد أن ترى عمد هي حاطة من وقت الاتفاق البيانة السلاسية اللي صدر على هامش قمة الأمم المتحدة فرنسا ويتم المتحدة الأمريكية والسعودية مواصفات الرئيس وما هو مطلوب من الرئيس إصلاح بدرجة الأولى لأنه إذا ما في بلد سليم صحيح بل حرامية استثماراتك معرضة للقطر الثاني اللي يكون رئيس غير معادي ليست ضمن محور يعني غير معادي للمحيط العربي وقدر يبني جسور مع هذا المحيط العربي وما مع المحيط الدولي هؤلاء ثلاث أسباب عندما يتحقق بأي رئيس المملكة العربية السعودية لن تكون إلا معايد الرئيس هلأ نشوف بعض الانفراجات محينة على سعيد عودة لتصدير البضائع اللبنانية لأنه صار فيه معالجة لملف الكبتاجون بشكل ما عارف كيف وبالتالي ممكن تشوف عودة لها سعاد أما عودة السائحة السعودي أو المواطن الخليجي له زيارة لبنان وهذا يشكل تقليل كبير لأنه نسبة لوجود الأمريكة الخليجية والسعودية وحجم التبادل التجاري هذا يحتاج بالسياسة إلى خطوات عملية تبدأ من انتخاب رئيس حكومة وانتخاب رئيس جمهورية وتعيين رئيس حكومة وفقاً ليه خارطة إصلاحية غير هيك لن تشهد أي عودة لا سعودية ولا غير سعودية وبحاجة كمان لأستقرار مش مناورات عسكرية على حدود مؤلطاني وبحاجة لأستقرار لحنا اليوم بجريطة عقاد السعودية كان فيه إشارة خطف لبنان ما فيك تطلب من حدا يساعد مخطوط بس مرح نتوقع بقى الدول العربية وخاصة السعودية تعاملنا مثل ما كانت التعامل بالسابق هذا الشيء اللي ما عم بيقتنعو فيه اللبنانيين عم بيعتبروا أن السعودية رح لجوات وتركض هي أنا فهمت أصدق وإستقرار بدي بدي صوب بتسمح لي صوب بس بيسؤالك شوي للبنانيين ولبنان معزة ومكانة خاصة عند الشعب السعودي قطعا وجزوان وعند القيادة السعودية ولهم فيه ذكريات ولكن المملكة تغيرت المملكة العربية السعودية بقيادة الأمير محمد بن سلمان تغيرت بأي ناحية بمسأة الجدوى يعني بداخل نشتغل بالسياسي بدنا جدوى سياسي بداخل نشتغل بالاقتصاد صار في بيزنس خلص جدوى 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 يا عمي بالديانتنا مسيحيين ومسلمين ليش تعبد الله طمعا بالجنة أرى كيف طب أنه تقول لي عبود الله أرى كيف بتعمل هيك ما كل المحروم ممنوعين منهم دينيا إسلام ومسيحية أشياء جميلة خليني لأن الوقت عم بيضهمنا بالموضوع الرئاسي الداخلي هناك انفراجات هناك عقبات جديدة عم ينحكي برئيس قبل حزيران شو بتتوقع؟ بالموضوع الرئاسي أنا برأيي تتقدم حزوز مرشح على مرشح آخر ولكن ليست هي بحزوز لكن لأنه ما في مرشح عمل كل دوفارو إذا بتحبه أو ما بتحبه هذا المرشح تقول لي حكي كمرشح رئاسي ولم يعلن ترشيحه ما في ترشيح برئيس جمهورية ولكن طلع قال أنا إذا وصلت واحد اثنين ثلاثة أربعة وفي جهة سياسية معها ولا ضدها رشحة السلام الفرنجية أما نحنا بالمقلب الآخر بالمقلب الآخر يعني نحنا بمسار مفاوضة بين الطيار الوطني الحر والقوات بحشفنا ألان عون يعني ألغى كل هذا المسار أرجو كيف إنه بدي يكون مرشح من الطيار لأن نتوافق عليه أو من المحور أو من المحور أنا يعني أنا باعتقاضي دوليا وعربيا سعوديا ومصريا وهايك ما في هناك أي فيتو على شخص المشكلة الداخلية الداخلية أتمنى ألا نصل إلى تجربة يعني السنسخ تجربة 1990 أن يكون المسيحيين بقواهن الرئيسية خارج الانتقاب لأنه كما قالوا أن حكاساته السلبية على لبنان وعلى مستقبل الاقتصاد لأنه في شي سابت قالوا السفير بخاري بكل جولته السابقة وهذا اللازم ننتقبه لا يمكن أن نقبل أن يستمر الفرق يعني ممكن يعني عم بينجح مخطط حزب الله بعطل البلد كما يستسلموا الآخرين وبيرجع بيجي مرشحة لك بس يكون حزب الله بالسر كله بيعارضوا بالعلن كله بيعارضوا وبالسبب كله بروحوا بفوضوا أكيد بينجح مخططه أكيد بينجح مخططه وبس نكون أنا مقدرة نأنتج يعني جهاد أزعور شو البرنامج السياسي اللي أعرضه يا أستاذ زياد في أمل ما يكون سياسته مية بالمية مع السورية يعني في عندك مرشحة هو بيقول لك خي أنا بهمني سيئتين سيئة الرئيس بشار الأسد يا سيدي أنا أنا تجربتي وثيئة الشعب المنانواء قال له ما متت قال له ما شفت من مات ما في حدا فدعه أصرب عبدة وقدر ضمن لي شي قدر ضمن شي يعني آخر سنتين ميشيل السلمان آخر سنتين بشفنا ستة سنين آخر سنتين آخر سنتين أكيد ممن السعيدة دا النظام وأكيد ممن السعيدة دا العهد ولكن المطلوب من الآخرين تقديم مرامجهم للعمل قائد الجيش مشكلة معارضة قائد الجيش قائد الجيش في حوله فريق مش عسكري في فريق يعمل له برئيس جمهورية للأسف هيدا الفريق كل واحد عم بيخد معركته خاصة مش معركة جزافعون هدا عم بيخد معركته ضد جبران باسيل هدا عم بيخد معركته ضد نبيه برري وهدا عم بيخد معركته ضد السمان فرنجية ولا واحد عم بيخد معركة جزافعون هل يجب انتبه لقائد الجيش أكيد أكيد المسؤولية اليوم على المعارضة أما جهد أزعور أما جهد أزعور يعني محتمد على مبدأ اقرأوا عني وما بدو يعاموا مواجهة معها ما بدو يكون مرشح تحدي ما بدو يكون مرشح تحدي صلاح مين حرق على جهد أزعور طيار الوطني الحر ما بعد ما سميه لأنه يقال أنه قوات أبلد فيه هادي حدر حدر نكتي تعرف ليه بلد محروق كله كله محروقين نحن جسد سياسية أنا عجبني مصطلح دكتور سمير جعجع لقالوا عن بشار الأسد من أي ناحية أنه مظبوط حر يقول الجسد سياسي بشار الأسد ولكن بلد كله جسد سياسية مرياض سلامة إلى المصارف إلى سياسة رئيس تحرير موقع أساس ميديا لأستاذ زياد عيتان شكرا لألك وأهلا وسهلا فيك أطع لأم دغري شكرا لألك مشاهدينا لهم نكون ظلنا لختام حلقتنا شكرا على حسن المتابعة ومنلتقنا نحن بيكم بكرة إذا أردت ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر